بسم الله الرحمن الرحيم لكن قبل ما أدخل في تفاصيل حلقتنا النهاردة في رسالة مهمة جداً لجماهير النادي الأهلي رسالة لجماهير النادي الأهلي اللي محدش يقدر يضحك عليها ولا يقدر يضللها لأنها جماهير وعية وبتعرف تميز كويس قوي وتعرف مين اللي عايز مصلحة النادي ومين اللي كل همه مصلحته وفلوسه وبس يوم الاربع اللي كان موافق 12 أغسطس 2020 وأكيد ده يوم معروف بالنسبة لكم اليوم اللي تم فيه افتتاح استاد النادي الأهلي في اليوم ده وفي تمام الساعة السادسة مساء النادي الأهلي طلع بيان مش بيان خاص بافتتاح الاستاد طبعاً لا بيان سرد فيه كل الحقيقة الخاصة بالتفاوض مع رمضان صبحي وناديه الإنجليزي هيدرسفيلد وانتم عارفين الأهلي على مدار تاريخه ما بيقولش إلا الحقيقة وحط النقط في هذا البيان على الحروف ومن ساعتها محدش قدر يفتح بقه ولا يعلق بكلمة واحدة لأن النادي الأهلي وإدارة الأهلي عملت الصح وقالت الحقيقة وانتهى الموضوع ومن غير أي مزايدة مبارح وبعد ثلاث شهور تقريباً خرج علينا رمضان صبحي في برنامج مع الأستاذ عمر أديب وللأسف لم يقل أي شيء من الحقيقة ولم يقترب حتى منها لكن احنا عارفين أن نخرجه في هذا التوقيت مهم جداً بالنسبة النادي وكلكم عارفين طبعاً ده ليه عموماً احنا مش هنرد عليه دلوقتي خالص لأن مصلحة الأهلي أهم ومش هنسمح له لهو ولا حد غيره ياخدنا في أي حوارات جانبية في هذا التوقيت احنا بنستعد للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا وجمهور الأهلي عارف الحقيقة كويس وعارف مين اللي اختار الفلوس ومين اللي اختار الأهلي لكن ده مش معناه أننا قفلنا الملف ومش هنرد لا هنرد وهنرد كويس قوي لكن بعد اختام بطولة أفريقيا بإذن الله فيه كلام كتير هيتقال وقتها لكن نعد المرحلة اللي احنا فيها وبعد 6 نوفمبر لكل حادث حديث تعالوا نروح لتفاصيل حلقتنا النهاردة من برنامج التريند وعندنا كلام مهم جداً بالنسبة للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ولكن بعد الفصل لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين وتريندات حلقت النهاردة نبدأ بتريند الآلي الفريل أول يواصل تدريباته استعداداً لطلاقع الجيش وفي التريند المحلي إعلان القائمة المبدئية لمعسكر المنتخب استعداداً لمبارتي توجو وفي التريند العالمي الليلة مواجهات مصيرة في الجولة الثانية من دور أبطال إفريقيا دور أبطال أوروبا طبعاً تركزنا كله على دور أبطال إفريقيا ومفيش حاجة في تركزنا أو في بنا إلى نهاية دور أبطال إفريقيا إن شاء الله يوم 6 نوفمبر ربنا يكمل على خير يا رب بإذن الله والفترة الجاية تعدي على خير قبل موعد النهائي يوم 6 نوفمبر لكن النهاردة الجولة الثانية من دور أبطال أوروبا في 8 مواجهات في الجولة الثانية في مبارتين حوالي الساعة 8 إلى 5 وفي 6 مباريات الساعة العاشرة مساء لو نسترد مع حضراتكم مباريات اليوم في دور أبطال أوروبا ساعة 8 إلى 5 لكم أطيف موسكو وهي لعب مع بيرن ميونيخ الساعة 8 إلى 5 أيضاً أتليتكو مدريد الأسباني مع ريد بول سالسبورج بروسيا مونشون جالدباك مع ريال مدريد بورتو مع أولومبياكوس ليفربول مع ميتلاند أتالنطا في مواجهة مع آيكس والختام مباراة قوي جدا بين مارسيليا مع منشستر سيتي الإنجليزي مباراة قوية مباراة مهمة وبالتأكيد بتشغل بال العديد من مهتمي قرة القدم العالمية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل تريند الأهلي ونقرب أكتر من استعدادات الفريق للمرحلة الجاية سواء في ختم الدوري أو حتى نهائي دوري أبطال إفريق أعلم بحضراتكم من جديد واستكمال تريند الأهلي والحديث عن ما كتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة لكن بالطبع النهاردة تدريب أساسي ورئيسي لفريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة طلاعي الجيش يوم السبت القادم مباراة هامة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي خاصة أن الدورة حسم وكل شيء انتهى لكن بالطبع مباراة هتجاهز فيها عناصر أخرى وتريح عناصر أساسية وهيكون عندك استراتيجية قبل مباراة نهاية إفريقيا يوم 6 نوفمبر لذلك أطير بسرعة إلى ملعب مختار التيتش بالجزيرة إلى الزميل العزيز شريف شعبان من ملعب التيتش عشان نطمئن على آخر استعدادات الفريق ومواجهة طلاقة الجيش في ختام مسابقة الدوري مساء الخير يا شريف مساء الخير عليك يا زميل محمد أتحياتي لك وأتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا يمكن الفريق كان خاد أجهزة 48 ساعة واستعنف تدريباته بالأمس ومن النهاردة لغاية يوم الجمعة أكيد الجهاز الفني بيشتغل على مرحلتين مرحلة ختام الدوري مباراة طلاقة الجيش إن شاء الله ثم مرحلة نهاية دوري أبطال إفريقيا كيف يفكر الجهاز الفني في هذه المراحل وما تبعت اليوم في ملعب التيتش خاصة أنه خلاص قريب من مراحل حاسمة خلال أيام قليلة قادمة إن شاء الله بإذن الله طبعا إحنا في مرحلة حاسمة جدا بنقترب بشدة كبيرة جدا يا رب بإذن الله من حسم اللقب رقم تسعة لنادي الأهلي طبعا النجمة التسعة بإذن الله فهي رب بإذن الله دعواتنا ودعوات كل الأهلوية أن تكون من نصيب النادي الأهلي ممكن الاجتماعات مستمرة بين الجهاز الفني بطبعا مقادة مستر موسيماني ومدير القرى الكابتن سيد عبد الحفيز للتخطيط للفترة المقبلة يمكن بدأوها أنه هيكون من أول اليوم المران هيكون التجمع الساعة الثلاثة والمران هيكون الساعة الرابعة عصرا إلى يوم الجمعة قبل الدخول في معسكر طبعا ليلة مباراة طلاع الجيش اللي تكون يوم السبت على استاد الأهلي والسلام في ألسامنا مساءا الأسبوع الجاي بقى بتخطط له من دلوقتي نخش معسكر يومين ولا ثلاثة ولا أكتر من يومين ولا يوم واحد كلها في اجتماعات بين مدير الفني وطبعا سيد عبد الحفيز مدير القرى هيعلنوا عنها بعد مباراة طلاع الجيش ولكن الكل شغال على التحضير للأسبوع المقبل اللي عارفين أن مباراة طلاع الجيش تحصيل حاصل بالنسبة للنادي الأهلي حسب اللقب بفرق كبير جدا عن أقرب منافس ليمكن على ما أظن ما كانش لي منافس كمان في النسخة الدوري المحببة لكل جماهير النادي الأهلي فطبعا النهاردة المران شغال مسماني بيفكر في النحيتين نحية مباراة طلاع الجيش يلعب بعض من النشئين النهاردة فيه مران فيه نشئين كتير جدا موجودين فيه مران الراجل ممكن نلاقي ثلاثة أربعة موجودين في تشكيل مباراة طلاع الجيش من الوارد نلاقي ثلاثة أربعة ولكن على جانب الآخر أفشة اللي هيكون موجود بإذن الله في تمرينة يوم الخميس عنده شد فيه العضلة الخلفية قال لي أنا بإذن الله أكون موجود يوم الخميس إصابة بسيطة جدا ومشي عاوزين يحملوا علي فبعمل كلها تمرينات أهلية كلها عشان أكون جاهز لتمرين يوم الخميس معلول أيضا ممكن تلاقي بكرة في التمرين الخميس بكتير جدا أما روام محصن أيضا نفس القصة يمكن شد صغير أو تقل صغير في العضلة السمنة يمكن برضو تدريبات أهلية كله عشان كله بجاهز يوم الخميس ينزلوا الملعب أو بكرة بكتير روام رابعة أيضا بيقترب من نزول التمرينات برضو فالشغل على الجانبين الجانب اللعبة الأسية اللي بتشعر ببعض الألام أو بعض الإجهاد بيريحهم على طوله بيشتغلوا معهم تدريبات أهلية والجانب الآخر بعض اللعبين لزي حسين الشحات أو قاربة أو أجيه أو جيلاردو أو باجي الكل بيشتغلوا الحمد فاتحي أليو ديانج بيشتغلوا مع الموجودين من النشئين مع أيمن أشرف مع ياسر إبراهيم مع أحمد فاتحي مع محمود وحيد الكل بيشتغل على مباراة طلاع الجيش اللي هتكون السبت فالراجل شغال أنه ممكن يجرب بعض الشغل بتاعه يوم السبت في مباراة طلاع الجيش معاك زميلي محمد طيب برضو أكيد في مجموعة من اللعبين الصاعدين وموليد تسعة وتسعين أكيد موجودين في التدريبات خلال الفترة الحالية من ممكن يكون متواجد في مباراة طلاع الجيش أو النهاردة من خلال التأسيم الرئيسي على ملعب التيتش من المجموعة اللي انت لاحظتها أو شفتها وقد يعتمد عليها بيتس المسيماني في مباراة السبت بإذن الله يمكن من الراجل جرب كذا تاكتك النهاردة في تمرينة النهاردة يعني جرب حاجات كتيرة جدا ولكن يبدو يبدو أنه ممكن تلاقي الفرص أكتر للعيبة اللي بتلعب أو الأسيني اللي بلعبه في فترة الأخيرة مع استثناء بعض ناشئين ثلاثة ممكن تلاقي فخري موجود صنع العلعاب لعيب مميز جدا ممكن تلاقي شكري تلاعب طرف شمال مثلا قدام حمود وحيد اللعب الباكليفت ممكن تلاقيه موجود فراري ممكن تلاقيه موجود ففي ثلاثة أربع الأبي بيركز عليهم في تمرينة النهاردة يعني ممكن الراجل ممكن يدفع ببعض اللاعبين ولكن من الشكل العام ممكن تلاقي معظم التشكيل من الأساسيين لو في ناس عاوزة تزاود الحمل زي مثلا حسين الشحات عاوز يدي له جرعات تدرابية أكتر لعب زي كهرباء عاوز يدي له جرعات تدرابية أكتر فيدي له مباراة زي مباراة طلاع الجيش وارد ممكن تلاقيه موجود بيبدأ في خط الهجوم في مباراة طلاع الجيش عشان يجهزوا لنهاء أفرقيا وارد فأقول لها حسابات في دماغ مسلماني هنعرفها بإذن الله يوم السبت في ألسامنا مساء على استاد الأهلي والسلام شريف شعبان زميل العزيز ومراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جازينا على كل هذه المعلومات والإضاحات من ملعب التش وبالتأكيد تفاصيل مهم جدا كان محتاجين نتكلم فيها قبل مباراة طلاع الجيش يوم السبت القادم أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم بالتأكيد في الحديث عن تريند الأهلي أعلم بحضراتكم من جديد واستكمال الحديث عن تريند الأهلي والسوشيال ميديا وحديث عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة نبدأ بعض من الصفحة الرسمية للأهرام على تويتر واللي نشرت أن الأهلي بيدرس الدخول في معسكر مبكر استعدادا لنهاء إفريقيا طبيعيا المباراة يوم 6 نوفمبر الجهاز الفن هيفكر ويفضل أن يكون فيه معسكر لمدة طويلة شوية عشان الجهاز واللعيبة يركزوا قبل موعد النهاء إن شاء الله يوم 6 نوفمبر أيضا كمان من صفحة اليوم السابع الصفحة الرسمية على الفيسبوك اتحاد الكورة نهائي دور أبطال إفريقيا في برج العرب بدون جمهور عايز أوضح بس سريعا نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع أولا هذه المباراة تنظيميا هتكون تبع اتحاد الكورة المصري بالتنصيق مع الاتحاد الإفريقي لقرة القضاء سواء النادي الأهلي أو النادي المنافس للأهلي في النهائي الاتنين هيكونوا ديوب في هذه المباراة لا يحقل أي منهم أن هم يتكلموا على اختيار الملعب في النهاية القرار قرار اتحاد الكورة مع قرار الاتحاد الإفريقي بالتنصيق مع الجهات الأمنية المباراة حسب الأقويل حتى هذه اللحظة في مباراة في برج العرب وتوجيه الدعوات أيضا هيكون للاتحاد الإفريقي لقرة القضاء الأندية المعنية في النهائي ليست منوطة باختيار أو توجيه الدعوات لأي شخصية عالمية أو أي شخصية قرية أنها تحضر النهائي النهائي هنا الدعوات بتكون مسؤولة من الاتحاد الإفريقي لقرة القضاء بالتنصيق مع الجهة اللي بتنظم وهو الاتحاد المصري لقرة القضاء طيب بنكمل مع بعض برضو مع حضراتكم وسوبر كورا صفحة رسمية لسوبر كورا على الفيسبوك الأهلي يستعيد التونسي علي معلول في مران الغد كان معانا زمانا العزيز شريف شعبان وتكلم على جهزية اللعيبة لكن إن شاء الله يوم الخميس هتكون كل اللعيبة في المران الأخير آخر حاجة من وطن سبورت طلاع الجيش يجدد طلب بقاء عمار حمدي والأهل ينتظر قرار موسماني ده بشكل عام هيتم بعد مباراة 6 نوفمبر وختام المشوار الإفريقي جهاز الفني وقتها هيقدر يتكلم فيه خريطة المرحلة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة من برنامج الترند وعرض مشاركات الجماهير أهلا بحضراتكم من جديد وفي ختام الحلقة بالتأكيد نعرض مشاركات الجمهور النهاردة على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة وهو أفضل هدف أحرزه الأهلي في نهاية دور أبطال إفريقيا 12 نهاية الأهلي خدهم في دور أبطال إفريقيا أول حاجة معي الحسيني بيقول أبو تريكا هو حد ينسى 2006 والواحد عنده 8 سنين جول أبو تريكا اللي عطاير برجله العكسية وهب ساروخ في الجول ومن غير ما يشوف الحارس حتى حاجة آخر عظمة في الوقت الضاية سعيد كمال بيقول هدف أبو تريكا في الصفاقسي أجمل هدف وأتمنى يكون أهداف النهاء القادم أجمل ويفرحونا بالبطولة التسعة محمد شاكر بيقول إن شاء الله هيكون فيه هدف جديد النهاء ده يفضل في ذاكرة الأهلوية لسنين بإذن الله طبعا للأسف وقتنا جري معاكم بسرعة وكنا نتمنى نعرض أكبر قادر من مشاركات الجماهير لكن إن شاء الله يكون نهاء 6 نوفمبر فيه تفاصيل كتيرة نقدر نقولها ونسعد بيها كل جمهور النادي الأهلي بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي على خير بإذن الله غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء